السلطة إرادياً يوم كان الكل يريد السلطة أين الكتائب من الثورة؟ أين الكتائب من الحلفاء في 14 أذار الذين ساروا بالتسوية الرئاسية؟ في 14 حزيران 2016 اتخذ حزب الكتائب برئاسة سامي لجميل قرار استقالة وزرائه من حكومة تمام سلام واستقال نواب الكتائب من البرلمان بعد انفجار المرفأ في آب الماضي حلقة خاصة هذا المساء مع رئيس الكتائب سامي لجميل بسر خير بسر نور السيد جورج وكتير متأثر كون موجود معكم بالإزاعة ولابد بهم كمان مناسبة نستذكر فينا جوزيف أبو خليلي اللي له الفضل الأكبر بوجود هذه الإزاعة من أكتر من افتكره سيصيره 60 سنة حلقة تنقلوها أيضا كتائب دوت أورج وصفحات التواصل الخاصة برئيس الكتائب وحزب الكتائب مع ملاحظة أولية إذا بتسمح لي سامي لجميل رئيس في حزب الكتائب رئيس بمكتب المحامات لكن على الهواء الرأي العام هو الرئيس هل توافق؟ هذي سؤال فلسفي صحيح لا أنا بالنسبة لألي اللقب الأفضل إليه هو اسمي الحاف سامي جميل على الحل سامي جميل إذن خرجت الكتائب من منظومة السلطة هل دخلت في النظام الأكسري لللبنانيين اليوم الأغلبية بحالة فقر جوع برسم الهجرة؟ أين برأيك تخدم الكتائب أكثر برا أو جوه؟ أين يرتاح رئيس الكتائب أكثر برا أو جوه؟ نحن منى بوضع طبيعي بوضع طبيعي أكيد المكان الأفضل للتغيير هو المؤسسات إن كان السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية هي المكان بكل دول العالم بيحصل فيها التغيير بوضع طبيعي إنما نحن منى بوضع طبيعي نحن ببلد مخطوف مخطوف من ميليشيا مسلحة مسيطرة على القرار ومخطوف من منظومة سياسية متواطئة مع هذه الميليشيا وتداكش القرار السياسي بالمنافع والمحاصصة والسلطة عطيوا الميليشيا الغطاء وأخذوا من الميليشيا المحاصصة والسلطة بظل هذه السيطرة لا مكان أو لا مجال للتغيير من داخل المؤسسات واليوم الأجدى هو العمل إلى جانب كل اللبنانيين المنطفدين على الواقع يلي عم نعيشه اليوم من أجل إسقاط هذه المنظومة المغطاة من الميليشيا تيصير عنا مجلس نيابي حقيقة قادر على الإنقاذ قادر على أخذ الأرارات الحقيقية المطلوبة بهذا الظرف وهذا الشيء لم يحصل لن يحصل إذا ما رجع الأرار للناس عبر انتخابات جديدة تفرز ناس جديد تفرز موازين قوة جديدة يلي هي لوحدة قادرة تمكن اللبنانيين من أنه يردوا الحياة المؤسساتية إلى ما كانت طبيعي شيخ سامي هل كنت أناني شوي يعني حضرتك ما خسرت ما بدك هالجو ما بيشبهك لكن خسرت اللبنانيين كل اللبنانيين التواقين إلى دولة يعني أين اقتراحات القوانين اللي كنت تقدم فيها أين مناقشة سياسة الحكومات أين مناقشة الموازنات أين الطعن أمام المجلس الدستوري المناقشة والمخاطبة اللبنانيين رح تبقى من خارج المؤسسات إنما وجود نجوة كان أصبح غطاء لهذه المنظومة تتبرر تجاه الداخل والخارج أنه نحن لا الوضع تمام ونحن في معارضة موجودة عم بتعبر عن رأيها إنما هالمعارضة ما عندها القدرة على تغيير هذه الموازين القوى لهذا السبب نحن حبينا نسحب هيدا الغطاء كرميلتا تصفي هذه المنظومة لوحدة بالمؤسسات هيك هيك نحن كمعارضة ما عندنا الإدراء أنه نوقف قراراتها والبرهان أنه كل الأمور ماشية اليوم من دون ولا أي ما حدا عم يقدر يوقف القرارات الخطأة يلي عم تتاخذ وبكل وضوح نأكد خط الفاصل بين المنظومة والناس المنظومة موجودة داخل المؤسسات ولوحدة والناس موجودين خارج المؤسسات واليوم المطلوب هو عودة الناس إلى المؤسسات عبر أعطاء فرصة بانتخابات جديدة ليرجع الشعب اللبناني يتصالح مع مؤسساته ويتصالح مع دولته هالخط التماس نحن حبينا نرسمه بكل وضوح باستئالتنا هيدا الخط التماس أصبح واضح ما بق فيه معارضة بتخطط هالخطوط التماس أصبح الفصل واضح بين المنظومة وبين الناس لكن فيه محاولات لتأخير استقالاتكم لتقطير استقالاتكم ضمن إطار أوسع ثمانية ثلاثة زائد خمسة أخذوا القرار واستقالوا منطروا حدا لا بالأسيس هيدا موقف أخلاقي تقول لك صراحة إذا بعد كارسين مثل هيدا بدنا نقعد نعمل إحسابات دكانجية وإذا ما الناس بتشعر أنه فيه مسؤولين بهذا البلد حقيقة عندهم ضمير وعندهم قدرة أنه يحطوا كل شيء وراهم ويحطوا مصلحة البلد قبل كل شيء ويكون فيه حد أدنى من التصرف الأخلاقي بوجه كارسة مثل هيدا يلي برجع بقول منها منعزلة كارسة المرفق منها منعزلة كارسة المرفق هي إذا بدك نتيجة أو هي تراكو كانت خاتمة الأحزان مثل ما بيقولوا عن كل الكوارس يلي قطعت قبل من الانهيار الاقتصادي وانهيار الليرة والقدرة الشرقية يلي طارت والدولة يلي بيكاملها ما عاد إليه ولا أي احترام ولا أي تقدير عند حدا أنه كانت تكريس لانهيار الدولة هذا الانفجار لهذا السبب نحن كمان من جهتنا في ناحية أخليقية لهذه الاستئالة بتأكد أنه نحن بشر بالآخر نحن منا مكانات سياسية نحن بشر عندنا شعور عندنا أخلاق عندنا حد أدنى من الضمير الحي نشعر مع الناس اليوم شو عم نقول بعد قطعت دي رح يصيروا ثلاثة شهر على الانفجار رح يصيروا بعد ثلاثة يوم بصيروا مئة يوم بصيروا مئة يوم طيب وين وين شو عم بيصير بالناس يلي تكسرت بيوتها ما حدا نجا تطلع عليها نحل فيها المؤسسات يلي بمبادارات فردية عم بتحاول ترمم على قد إمكانياتهم يلي عم يوقفوا حد الناس ونحن أكيد مؤسساتنا موجودة كمان على الأرض وعم تشتغل إلى جانب كل هالناس بس الدولة غائبة تماماً اليوم بلش موسم الشتة كيف بدأتنام نحن موجودين هلأ بالأشرفية عم نقطع ببعض المناطق ببيروت عنا ناس بعمر معين ما عندهم سقف فقراصهم وما في حدا اجا سأل عنهم أنا بعد أقول شغلي لأول مرة يمكن حدا بيحكي بهذا الموضوع رح تكون أول مرة على صوت لبنان أنا برأي أكبر دليل على فئدان الإنسانية والضمير عند هذه المنظومة السياسية هو أنه لحديث هيدا اللحظة ما عملوا ذكرى لضحايا الانفجار الدولة اللبنانية ما عملت الداس ما عملت لقاء جمعت فيها زوي الشهداء أو الضحايا لأن غير مرغوب فيها مش بس غير مرغوب فيها هيدا بيفرجيك الطلاق وبيفرجيك أنه هل التركيبة المنظومة السياسية اللي موجودة اليوم بمؤسسات الدولة منفصلة تماما عن شعبها وهنا عم بيحكي من رئاسة الجمهورية للحكومة لمجلس النواب نحنا كان عنا الأخلاق والضمير يلي أمل علينا نستقيل من المجلس النيابي مع العلم أنه نحن المعارضة مع هيدا وكله مع أنه نحن معارضة ومع أنه نحن خارج هذه المنظومة ومع أنه نحن واجهنا هذه المنظومة من أكتر من خمس سنوات نحن اعتبرنا أنه لازم نعمل خطوة استثنائية بهذا الظرف يلي عم بيمروا فيه اللبنانيين هن ما حسوا حتى بالضرورة أو بالحاجة أنه يعزوا هالناس ولك يتصلوا بشي عائلة أنا بتطلع على فرنسا بشوف هال استاذ المدرسي يلي يلي من قتل على يد داعش بدواحي بريس إذا بتشوف الزكرة اللي عملوله إياها أو الدفن اللي عملوه لهيدا الإنسان بحضور رئيس جمهورية بحضور كل السياسيين من كل الأطياف عملوله أرقة وأجمل تكريم معقول الإنسان يتلقاه نحن بلبنان بيصير انفجار بيروح فيه أكتر من 200 ضحية بأكبر انفجار بتاريخ البشرية الدولة اللبنانية ما عندها الإدرة ولا الاستعداد أن نتواجه هالناس وبتقلي بدنا نظلنا قاعدين نحن معها المنظومة يلي مش قادرة تطلع بعيون بعيون الناس نحن اليوم بموقع الانتفاضة مع الناس على هذه المنظومة الموجودة اليوم وبناء لبنان جديد على إذا بد كركام هذا الانفجار وكل ما يحمل من معاني هذا الانفجار من اهترال الدولة اللبنانية بناء لبنان الجنيد رح نحكي عنه رئيس سامي جمي رئيس حزب الكتائب لكن طالما أنه الحديث عن انفجار المرفأ برأيك بعد مية يوم هل تسيس الملف هل المحقق العدلي اللي هو آدمي محاصر لماذا اقتصار التوقيفات اليوم على إداريين وعسكريين دون سياسيين ما شفنا إلا وزارة الأشغال استمع إليهم كشهود ولكن ما في أي قرار بتوقيف حدا ما في أي قرار بالاستماع على أي وزير حتى على رئيس حكومة ربما كمدعى عليه ماذا تقول لفادي صوان أول شي الله يساعده هذا قاضي محترم ونحن من قدره أنا بس بدي أقول له أوجه له بس طلب واحد ما يعمل أي شي هو منه مئتنافي لأنه أكيد الضغط عليه كتير كبير وأكيد بده ينطلب منه كتير إشياء أنا بقول له للآضي صوان شيل إيدك من الملف إذا منك قدر تروح فيه على آخر وما تخضع على الضغوطات يلي موجودة عليك وأنا بستغرب أنه لحديد هلأ أول شي المسئولية السياسية منه بحاجة ولا لا تحقيق ولا بحاجة لقرار قضائي بمجرد حصول كارسي مثل هاي مفترض من أعلى الهرام لآخر الهرام تهر كل الدولة ويعاد انتخاب تركيبة جديدة من رئيس الجمهورية وصولا لآخر نيب بالمجلس هذا يلي مفترض يصير بالمحاسبة السياسية الأخلاقية بعدين بالمحاسبة القضائية فلان وإلى آخره أنا برأي ما لازم يكون فيه ولا أي غطاء ولا أي مسئول كان مباشرة مسئول عن موضوع المرفق أكيد وزراء المالية يلي كانوا موجودين من وقت ما أجت هالباخرة لليوم هني مسئولين وزراء الأشغال يلي تراكم مسئولين إدارة المرفق مسئولة وصولا بعدين للمسئولية السياسية يلي بتروح من الرئيس الجمهورية رؤساء الحكومات وصولا لآخر نايم برلومان صار فيه خروج شوي على التقليد عند القاضي فادي صوان وهذا أمر جيد وحضرتك كمان طلبت فيه مسبقا صار فيه إحاطة ألامية عندما تسمح الظروف وبالقدر الذي تسمح به القوية مفترض أنه يكون عم بيعلوم اللبنانيين بشكل على قليلة مرة بالجمعة شو عم بيصير معه مرة واحدة نطلع نقول ولا نحنا نحكي كلام خشبه هذا منه كافي اللبنانيين لازم يتابعوا متل ما بيصير بكل دول العالم وقتا يصير في جريمة المحقق بيعطي كونتراندو للناس لأنه هو عم بيدافع عنهم عم بيدافع عن الحق العام وبالتالي هو عم بيدافع عن حقوق اللبنانيين ولازم يعلمون وين صار من دون إذا فيه إشياء سرية أكيد بتمس بالتحقيق ما يقرب عليها لأنه هذي كمان من وجباته بس لازم الشعب اللبناني يعرف التطور شو عم بيصير مين عم بيساعده مين ما عم بيساعده لمن استمع لمن ما استمع مين رفض أنه يستمع مين قبل أنه يستمع له فيه إشياء ما إلا علاقة بسرية التحقيق لازم المحقق العام أنه يعطي للبنانيين كل التفاصيل بمؤتمر صحافة أسبوعي بجريمة المرفأ وصفت بجريمة ضد الإنسانية ماذا تصف جريمة تدهور الليرة جريمة تهريب ودائع كبار المدعين باللحظة المناسبة أنا أعتبر أنه هذه عملية تفقير وتهجير للشعب اللبناني وهل سيدفع صغار المدعين الثمن عم بيدفعوا كل يوم تمنى جورج هيدا يعني تعرف شغلي عادوا يقولوا لنا قوة على الكابيتل كنترول وقوة على الهيركوت وقوة على الكابيتل كنترول وقوة على الهيركوت ما عملوا هيركوت وما عملوا كابيتل كنترول بس شو عملوا كل يوم بيقطع عم تنسرق أموال اللبنانية كل يوم الهيركوت كل يوم عم بيصير بمجرد أنه أنت عم بتروح تسحب دولاراتك على 3900 أنت عم بنعمل عليك هيركوت على نص مصرياتك وهيدا بينطبق من أصغر مودع لأغنى مودع وبالمساواة بين بعضهم ولا حتى ميزنا بين الغنى والفقير جينا قلنا يلا بدنا نقص كل الناس يعني الزلم اللي كان مجمع 10 ألف دولار بالبنك بعرقش بينه وبدو يتجوز هيدا صاروا 10 ألف دولار بيسوو خمسة هيا اسمه هيركوت أو تعويض نهاية خدمته كمان اسمه هيدا اسمه هيركوت ما اسمه شي تاني هلأ هن خوفوا الناس من عملية منظمة تيقدروا يناقي يحققوا نفس الهدف بطريقة أوتوماتيكية عبر السعرين الصرف يلي عام نشوفهم اليوم بالسوق أو 3 أسعار صرف في الـ1500 و3900 وسعر السوق عبر اللعب على هالسعر الصرف عم بيعملوا هيركوت شامل على كل اللبنانيين من العمال لأغنى زلمة بلبنان من دون تمييز بين إنسان وإنسان هيدا هي الجريمة الكبرى يلي عم ترتكب بحق الشعب اللبناني يلي فقروا ضربة وحدة ضربة وحدة فقروا وسرقولوا مصرياته لأنه هيدا هو التعبير الصحيح نسرقوا مصريات اللبنانيين نسرقوا كيف نسرقوا استعملوا مصريات اللبنانيين كرميل تعملوا مشاريعهم وتعملوا فسادهم وكرميل يقدر يعملوا الخدمات تبعهم ويقدر يخوضوا انتخابات ويوصفوا ناس من اي مصاري من مصريات الودائع اللبنانيين وتأجوا اللبنانيين بدون ياخدون معايدوا هالمصريات هيدا موجودة فعمليا مصرياتها كل يوم يعني ما عم تقدر بقى تسحبها هيدا المصريات قد استعملت من هذه المنظومة السياسية لاغراض سياسية وانتخابية ومحسوبيات هيدا هو يلي صار بالشعب اللبناني لهيدا السبب هيدا المنظومة مسؤولة بشكل مباشر على عن تفقير اللبنانيين ومصريات اللبنانيين هي المصريات يلي استعملتهم هيدا المنظومة من اجل فسادها ومحسوبياتها ومحاصصتها اذا في مسؤوليات ضائعة حتى الساعة تحديدا بالهندسات المالية هل التحقيق الجنائي مطلب حق هل يمكن ان يتحول الى استعراضي هل يحق للحاكم وللمجلس المركزي حجب المعلومات عن شركة التحقيق اللي اقرت فيها واعترفت فيها الحكومة مصر في لبنان وحكم مصر في لبنان انا محله بسطر حالي بسطر حالي بسطر حالي بسطر حالي بسطر حالي نعمل هندسات مالية كلفت الدولة اللبنانية مئات ملايين دولارات مئات مئات ملايين دولارات مئات ملايين دولارات تشريحة هو اسمه بحسابات مصر في لبنان نقدر نعرف كلها الاموال هايدي نقدر نحدد وين راحت وكيف راحت وشو نعمل فيها هايدي التركيبات الهندسات المالية البونزي سكيني اللي هاملة نعطي عشرين بالمئة وثلاثين بالمئة دخلكم اعطونا دولار وندفع حقها من جايبة الناس ومن اموال المدعين فويت بثلاثين بالمئة على الاقل وين منا نخبيه ونهور بعدين تحقيق الجنائي ما لازم يختصر على حسابات مصر في لبنان نحن نبدأ تحقيق الجنائي الاهم بعد من مصر في لبنان هو بحسابات الدولة اللبنانية تعوى يا جماعة نشوف بحسابات الدولة كيف انصرفت المصريات نعمل تحقيق بكل مناقصا عملي بكل كونتران عمل ناخد نعطي على سبيل المثال اجت الدولة لزمت تتعمل اه ادفع هالأمور الكارت طبع الضمان الاجتماعي ما هي الضمان بيعطوك الكارت هالكارت الدولة تشتريها هالكارت كرميلة تتوزع عملو مناقصة او عملوها بالطرادة بتفوت بالتحقيق الجنائية شو بتاخد هالكارت قدي مفترض يكلف ايكس قدي الدولة دفع يتحقق ايجرايك بتشوف الفرق بين اثنين اذا هالكارت كلفتهم الحقيقية مليونين دولار وندفع عليهم ست مليون دولار يعني فيه عمولة اربعة مليون دولار بداك ترح تلحقها تشوف وين راحت وما فيه كونترات بالدولة مع ليه عمولة وهذه العمولة لازم تتلحق تتلحق لانه بالتحقيق الجنائي بتلحق العمولة يعني هيدا الكنترات كلفته مليونين ندفع حقه ست مليون هالست مليون وقت طلعوا من الدولة وفاتوا ع حساب هالشركة اكيد فيه ناس قابدا كوميسيون متقاصم الشركة الكوميسيون يعني اذا فيه عمولة اربعة مليون اكيد فيه حزب سياسي او طرف سياسي او مسؤول سياسي قابد مليون من الاربعة او مليونين من الاربعة او ثلاثة مليون من الاربعة تيسهل هيدا الكنترات هون ساعتها فيك تحارب الفساد وهون فيك تسترد الاموال وهون فيك تحط المسؤولين بالحبوسة يلي بيستحقوا ان يفوتوا على الحبوسة بدا نعمل تشريح جنائي جنائي مظبوط هيك بنعمل بمصر في لبنان وبحسابات الدولة وبالكونتريات اللي نعملت مناقصات الاشغال التسفيت الصدود الكهرباء لوحات سيارات المعينة الميكانيكية لا قصة النافعة عن جد نافعة مش انه اسمها مسمى النافعة هي بس يزيد من هي بتصير مظبوط منفعة مظبوط لانه كل الناس بتعرف انه هيدا مزرب فساد طويل عريض ولحد يتهلق ولا مرة اجا مسؤول سياسي اخذ قرار يفوت يعمل شغله بهذا المكان بقى ايه محل اللي وصلنا له يابدو يكون في دولة عندها الجرأة انه ما تتطلع ولا يمين ولا شمال وتفوت على كل مزارب الفساد وتسكرون يا اما احنا محكومة علينا نعيش بالفقر ونصير عن جد بلد من العالم التالت عم يهشل منه كل كفقتنا وكل الناس يلي معقول تبني لنا بلد للمستقبل كمان في مسؤولية ضايع شيخ سامي جميل بسوق مخاطبة صندوق النقد الدولي ما كلهم مربوط ببعض انت اليوم تتقدر تحكي مع صندوق النقد الدولي بدك تكون مؤهل مؤهل انك تحكي معه هؤلاء الجماعة منهم مؤهلين لانه بكل دول العالم وقتا بدك تنقذ بلد مش نفسهم اللي بينقذوا بيجي ناس جديدة بينقذوا البلد ولا مرة نفس الناس يلي دمروا دولة او يلي افلسوا دولة او يلي افسدوا دولة هن ذاتهم بينقذوا الدولة بي ولا محل من المحلات بلش من اليوناني يلي هي اخر اجزامبل والحقنة بيجي المعارضة لانه يلي مسؤول عن هدر المال بده يخبي اخطاقه وبالتالي ما رح يدلك على اخطاقه رح يضلوا عم يمنع تحقيق جنائي او يمنع تحقيق بالمالية العامة ورح يضلوا عم بيماطل ويأخر متل ما هلا عم بيصير شو عم بيصير اليوم؟ عم يمنعوا المحاسبة وعم بيأخروا وعم بيماطلوا فكرهم انه رح تجي عجوبة تحل مشكلة البلد هدا الشي مش مزبوط ما في بلد بالعالم بعيش اللي عيشنان احنا ما بيغير المنظومة الحاكمة فيه ناس تتلعب تقول ايه بس شعب اللبناني مين قال انه اذا صار الانتخابات بيغير؟ عطيتول فرصة للشعب اللبناني وتتعرفوا اذا مزبوط بده او ما بده؟ اخر مرة عبر الشعب اللبناني عمل ثورة مين قالكم انتو انه بسندوق الاقتراع ما رح يترجم هاي دي السورة بسندوق الاقتراع مين قال؟ بس ايه؟ الو المصلحة هنة يقنعوا الناس يهبطوا له معنوياته ويخفوا عزيمة الناس انه لا ما فيش رح يتغير رح يرجعوا هنزيتون كرميلة الناس يكون عنده خمول اما الواقع يلي نحنا مقتنعين فيه انه اذا حيا الله مناسبة تنفتح للشعب اللبناني يقدر يحسب الشعب اللبناني سوف يحسب يعني نحنا بالاداء التصحيحي ادنى من اليونان نساوي فنزويلا؟ نساوي فنزويلا مع تزيد منظومة الميليشيا المسلحة عندك منظومة ديكتاتورية غير قابلة وغير قابلة لا اعادة القرار للناس ورافضة مبدأ الديمقراطية ومبدأ المحاسبة مثل بفنزويلا وحدا عندك ميليشيا مسلحة غير خاضعة على الدولة بتهدد بتسيطر بتقرر نيابة عن السلطة الموجودة اخر مسؤولية ضائعة اكيد في كتير مسؤولية ضائعة بتدهور العلاقات العربية والدولية شيخ سامي ما في حدا يوقف ويقول عم تخطفوا لبنان عم بتغيروا هوية لبنان كل يوم كل يوم نقول مثل كل دولة مسيطرة عليها سلاح او غريب او 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 هالاصوات هايدي بينعمل كل شيء كرمالة ما تاخد المدى والصدى المطلوب انما نحنا كل يوم نقول دولتنا مخطوفة قرارنا مخطوف لبنان رهينة لبنان رهينة لبنان رهينة مطلوب شغلتان تنحرر حالنا من وضع الرهينة اولا مطلوب ان الشعب اللبناني يتحمل مسؤولياته ويواجه بالقطر المتاحة اذا كانت مظاهرة فمظاهرة اذا كانت انتخابات فانتخابات اذا كانت تعليط الصوت فلتكن تعليط صوت فمطلوب من الشعب اللبنان مواجهة وثانيا مطلوب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه لبنان لانه الارارات الدولية ملزمة لكل الدول وارارات الدولية واضحة فيه ارار اسمه 1559 هو ارار اممي هو ارار صادر باجماع مجلس الامن يلي بيضم كل الافريقاء المتناقضين على صعيد العلاقات الدولية من الصين للروس للامريكان للفرنسوية للأوروبية لكل الافريقاء الموجودين مجلس الامن اخدوا الارار 1559 بالاجماع هالارار بيقول لازم ممنوع يكون فيه على ارض لبنان اي سلاح خرج اطار الدولة اللبنانية وهذا السلاح شأن دولي منه فقط شأن محل سلاح حزب الله جاي من ايران اراره بايران وتمويله من ايران وبالتالي هذه مشكلة منا فقط مشكلة لبنانية هذه مشكلة دولية وعلى امم المتحدة اللي هي اخدت عملة ارار 1550 انا تتحمل مسؤوليتها تجاه لبنان وتنفذ الشرعية الدولية وتحترم اراراتها بالضغط على ايران بمنع ايران من تمويل وارسال السلاح والسيطرة على القرار اللبناني مثل ما هو الواقع اليوم بس نحن اليوم بخضم عملية تأليف حكومي برأيك كيف سيستطيع الرئيس الحريري ان يواجه هالمعادنة المعقدة ما بيقدر ما بيقدر يعني رح يعتذر عن التكليف يا رح يخضع يا رح يعتذر ما في حال تالت يا بده يخضع للاملئات وينفذ ايرادة بالدرجة الاولى حزب الله وبالدرجة التانية مصالح ومطالب المنظومة على صعيد التقاصم السلطة وشفنا كيف ويدحكوا هنا بيقولوا لا هادي عم نعمل حكومة مستقلة ومختصاصيين وكل يوم نفتح الجرائد كلها ونسمع كل واحد شو عم بيطلب وكل واحد شو اللي بده ياه واحد بيقلك بدي هاي والتاني بيقلك لا وقاعدين عم بيتخنقوا مع بعضنا على الحصص وعلى الحقائب وإلى آخرين بالآخر رئيس الحريري بده يقرر يا بده يخضع للإملاقات يا بده يعتذر عن التقليف ما رح يقدر يعمل متل ما هو بده الموفد الفرنسي اللي بيوصل اليوم برأيك حامل إنذار أو حامل يعني معوني سياسية للمساعد ولا رح شوفه الجمعة بقلك مانا قادر جاوب قبل ما قبل ما التقف ان القسم الأساسي بعمق النظام السياسي بس قبل معلاش فيه بعض أسئلة وخاصة ما يرد من سمع تعليق لسامي جميل لا رسمي صادر عن حزب الكتائب ولا شخصي صادر عن رئيس الحزب بموضوع العقوبات على النائب جبران باسيل وقبله على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف نيانوس يعني أنا بعتبر أنه أنا بعتبر أنه كل إنسان بيتحمل مسؤولية أقواله أفعاله أداءه تحالفته مش أنهيك ما حابة تعلق على الموضوع لأنه بالآخر كل إنسان بيتحمل مسؤولية أفعاله أداءه كلامه تحالفته ما رح أقول أكتر منه هل تؤثر على تأليف الحكومي برأيك؟ هل تؤثر على ترسيم الحدود؟ أنا بالأساس موضوع ترسيم الحدود برأيي أنا هيدا قرار أو مفاوضات حصلت خارج إطار الدولة اللبنانية الدولة اللبنانية والمسؤولين فيها من رئيس الجمهورية ونزول ونزول هالملاف هيدا كله مش هني اللي عملوه ولهن أرادوه ولكن أرار منه هيدا مفاوضات حصلت بطريقة غير مباشرة بين إيران والأمريكي والبرهان أنه يليك بلش يحكي بهالموضوع ويفاوض على إطار المفاوضات هو الرئيس نبيه بالرئيس مباشرة مع الأمريكي ولا رأي وزير خارجية ولا رئيس الجمهورية يلي كان عم بفاوضه الرئيس بري نيابة عن حزب الله نيابة عن إيران وبالتالي بالنسبة لإلي على كل حال ما صار المفاوضات ما صار منفصل عن كل الأمور كمان عم بيجي أسئلة أنه لا تحميل رئيس الجمهورية كل المسئولية بوقت الرئيس كان منتخب بأكسرية مسيحية ولو بترشيح من حزب الله مين قال أنه عم نحمله لوحده المسئولية أنا ما قلت هيك لا مش عنك لماذا تحميل بالمطلق رئيس الجمهورية المسئولية يعني في صدرة أصوات تطالب باستقالة رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية مسئوليته أساسية إلى جانب مسئولية الآخرين هو جزء من هذه المنظومة إلى جانب نادة الستة هو جزء من نادة الستة يلي عملوا التسوية الرئيسية ويلي تحصصوا ويلي تقاصموا ويلي سلموا قرار البلد ويلي وصلونا على المحل اللي وصلنا له هو شريك ومسئوليته بحسب حجم الوزارة والنيابة كلما كان حجمك أكبر بالسلطة كلما حجمك أكبر بالمسئولية بالتالي عليه مسئولية عن استئالة رئيس الجمهورية أنا ماني ضد استئالة رئيس الجمهورية أنا بس بهمني أنه وقت تصيرها الاستئالة يكون في مجلس النيابة آخر عم ينتخب البديل مش هيدا المجلس النيابة لأنه اليوم تصير الاستئالة اليوم بهيدا المجلس النيابة رح يرجع حزب الله هو يعين لك البديل عن هيدا الرئيس نحنا بهمنا مجلس النيابة جديد هو اللي يكون عم ينتخب رئيس جمهورية جديد فنحنا ماننا مع نحنا مع إسقاط كل هذه المنظومة بس بالتدرج يلي بيسمح لك أنه تعملت غير مش بتدرج بيخليك أنه تسمح لهالمجلس هيدا أنه يقرر عنك رئيسك على الست سنين الجايين لأنه هيدا هي الواقع عم تجي تعطي أنت لحزب الله يلي مسيطر على هيدا المجلس بأكترية نيابية كاسحة عم تعطي القدرة أنه ينتخب لك رئيس جمهورية ما كان الرئيس عون على مدة ست سنوات لماذا أريد أن أفعل هذا الشيء؟ أنا أريد أن الشعب اللبناني يجدد المجلس النيابة تابعه هذا المجلس النيابة الجديد هو يكون ينبسك عنه حكومة جديدة ورئيس جمهورية جديدة كمان يسألوا أنه سامي الجميل عمل ثورة قبل كل الثورات عندما كان الطالب هل الخروج اليوم من السلطة دخلت مباشرة بعمق الثورة؟ هل الكتائب اليوم جزء من الثورة؟ أنا من أول لحظة أعتبر أنه من أول ما انتخبت رئيس حزب الكتائب كنت شايف أنه موقع الطبيعي لحزب الكتائب هو بأنه يقوم بثورة حقيقية على الواقع اللي عم نعيشه وبلشنا نخوض سواء بالحزب مع الرفاق الكتائبيين ببلشنا نخوض هالمعركة بدءا من لحظة استقالتنا بمجلس الوزراء بالالفان وخمسطعش رفضا لعملية تزوير أو عملية محاصصة كانت عم تحصل أو عملية فساد وهون عم بحكي بشكل خاص عن صفقة الزبالة كونترا النفايات وكونترا ستجنة يلي كانوا بالنسبة لي أكبر دليل أنه المنحة اللي رايحة عليه الأمور ونحنا جربنا نوقف هذا الشيء بمجلس الوزراء وقتا فشلنا بأنه نوقف هالصفقة هايدي ما قبلنا نبقى شهود زور بمجلس الوزراء ما عندنا الإدراء أنه نعطله قراراته رحنا إلى المعارضة واخدنا كل الغمار المعارضة من خمس سنوات وقمنا بهذه الثورة إذا بدك على الذات وعلى الواقع منذ خمس سنوات لهذا السبب وقتا حصلت ثورة 17-20 شعرنا نحنا كأنه إذا بدك مثل واحد عم بياخد حقه بعد خمس سنوات من العذاب من التعب لأنه في 2018 خيار الثورة كان موجود ونحنا قدمناه لللبنانيين بالانتخابات وكان نفس الخطاب نفس المنطق نفس العبارات نفس المطالب يلي نرفعه في 2017-20 كانت عم تنرفع من قبلنا بالانتخابات نيابية وقبله بعد بوقتها برأي شعب اللبناني بعد ما كان جاهز شعب اللبناني كان بده يعطي فرصة شعب اللبناني كان بده يعطي فرصة لهذه المنظومة كان بعد عنده ثقة بهذه القيادات ب 2017-2019 بعد كل ما وصل اللي قاله البلد شعب اللبناني عمل نقلة نوعية وانتفض على الخطأ وتحمل مسؤوليته ونحنا طبيعياً لقينا حالنا بصلب هذه الحركة لأنه نحنا كنا مبلشينا قبل بخمس سنوات فلا هيدا السبب ولا مرة أنا إلا ما شفت الكتائب بهيدا الموقع وهل قادر الثورة أن تكسر المنظومة خاصة أنه بلشت تركب تحالفات سياسية مستجدة والثورة غير موحدة شكراً بلشتك دعني أقولك قبل أن نتعود مع سؤالك ما هو البديل عن تغيير أنا أسأل كل المواطنة يسمعني اليوم وكل المستمعين ما هو البديل عن تغيير أنا أقول لهم ما هو البديل عن تغيير البديل عن تغيير أنه هالبوتة تبقى كله وضوح أكيد في أخطاء أكيد في قلة خبرة أكيد في صعوبات في تناقضات في ناس جاية من مشارب مختلفة وهيدا كله بيتعب وكله هيدا بيقطع بمخاط صعب والبدها كيه بس شو البديل من أنه نحاول ننجح هيدا التجربة ونخلق تغيير حقيقي بالبلد عبر تجميع أكبر عدد ممكن من هالناس المنطفدين على الواقع شو البديل؟ البديل أنه يرجعوا نفس الوجوه هيدا هو البديل ما حدا عم بيقول مهمة هينة ما حدا عم بيقول شغلة والله راح ننجح فيها بسهولة وأكيد في صعوبات صعوبات كبيرة بس ما عنا بديل إلا ما نحاول نوحد الجو التغييري السيادة يلي ممكن ينتج عنه لبنان جديد لا بديل عن ذلك البديل الوحيد عن ذلك هو عودة هذه البوطة لترجع تحكمنا 30-40-50 سنة جديدة هذا هو البديل الوحيد عن التغيير الأخ متحمس لمسيحيته بيسألك هل ستعيد المسيحيين إلى صلب المعادلة السياسية في لبنان؟ ولا مرة المسيحيين كانوا بصلب المعادلة السياسية أدمهن اليوم ولا مرة كانوا المسيحيين جزء من المنظومة أدمهن اليوم وتحت عنوان الوحدة المسيحية والاسترجاع الحقوق والحيدة راحوا أخذوا أصوات المسيحيين وسلموهم لحزب الله فصراحة أنا بعتبر أنه التمثيل المسيحي اليوم موجود المش موجود هي مبادئ المسيحيين والقضية طبعا المسيحيين هؤلاء اللي اختفوا هؤلاء لازم يرجعوا بالنظام السياسي؟ أنا بس توضيح أكثر لاللي ما فهمنا المسيحيين كانوا حاملين لواء الدولة بناء دولة قوية دولة لكل اللبنانيين دولة سيدة مستقلة وقتها يتحدث عن تاريخيا رجال القبار يلي قطعوا بلبنان ويلي بنتموا إلى الطاق واقف المسيحية من ريمون قدي لكاميل شامعون لبيير جميه لبشير جميه لا لا أريد أن أسمي ما كان المبادئ اللي حاملينها؟ كانوا حاملين لواء الدولة الدولة النزيهة الدولة السيدة المستقلة المشكلة أنه تخلوا عنهم كلهم من أجل السلطة فاتوا على السلطة ونجحوا بأن يفوتوا على السلطة نسيوا شغلة وراهن هن وعن يفوتوا على السلطة هن المبادئ هذا اللي نسيوا على الطريق هن وماشيين المبادئ يلي مفترض أي مواطن لبناني شريف يكون حاملها وقتا يكون عم بيدخل إلى السلطة هذا اللي نسيوا على الطريق لهيدا السبب المطلوب اليوم هو عودة هذه المبادئ وعودة هيدا النمط وعودة هيدا الأخلقيات يلي نحنا مفترض نكون عم دفع عنا هذا هو المطلوب اليوم بس في شي تغير شيخ سامي الرئيس المؤسس الشيخ بير جميل كان أساسي بتشكيل كل الحكومات أو هو بشخصه أو بشخصيات من حزب الكتائب اليوم سامي جميل أساسي في المعارضة ترك الحكم ترك السلطة صحيح لأنه بلدنا رهينة خلي يرجع القرار لللبنانيين ومش بالضروري أنه الكتائب تكون وله عندها 30 وزير من قص 30 بس يردوا القرار لللبنانيين ترجع هالأخلاقيات يرجع هالنمط يرجع هالأخلاق يرجع هالتمسك بالسيادة ترجع هالدولة القوية هي الموجودة يرجع هالمنطق السيادة إلى الدولة ترجع هالقرامة يرجع هالضمير وبنعتبر حالنا حقنا وصل مش طالبين نحنا ولا كرسي بالزيد ولا كرسي بالنقص ولو بدنا نفكر غير هيك كنا اشتغلنا غير هيك ولا كنا استقلنا بمجلس وزراء ولا استقلنا بمجلس نواب ولا خدنا معركة نيابية لواحدنا بوج الكل ما كنا فتنا بكل هالمنطق لو نحنا عم نفتش على السلطة وأنا بعتبر اليوم أنه الكتائب رجعت على مرحلة التأسيس وهذا أجمل مرحلة بتريخ حزب الكتائب هي مرحلة التأسيس يعني الكتائب رفضت تترشح فيها على الانتخابات على مدى عشرين سنة من الستة وثلاثين إلى الواحدة وخمسين الكتائب ما دخلت ما ترشحت على الانتخابات أخذت قرار تبقى خارج السلطة وتبقى خارج المؤسسات لأنه كانت قضيتها بوقتها قضية تأسيسية كانوا عم بيأسسوا بلد نحنا اليوم بنفس الموقع نحنا اليوم عم نعتبر حالنا بمرحلة تأسيسية وتواحد يقدر يكون راسه نظيف ويقدر يكون عقله نظيف ويقدر يفكر ويحلل فقط انطلاقا من مصلحة البلد ينسى السلطة ينسى السلطة يقدر يعرف كيف رايح للاسف عنا مسؤولين لا مسؤولين غير مسؤولين معميين بالسلطة ومستعدين يتاجروا بالبلد وبالناس وبكل ما تعمر بلبنان من أجل الوصول إلى السلطة وهذه هي الكارسة الكبيرة اللي نحنا عمنا عينة مننا اليوم ذكرى التأسيس وحضرتك واللبنانيين والكتائبيين على أبواب الزكرة ال86 لتأسيس حزب الكتائب شيخ سامي بي موضوع النظام أحياناً مثل المرة الأخيرة سنتان من دور رئيس جمهورية عند كل تأليف حكومي سبعة شهر سنة ثلاثة شهر للاتفاق على تأليف حكومي خلافات على البيان الوزاري برأيك هل انتهت هل انتهت صلاحية النظام هل الطائف كان غلطة وهل تطوير النظام يمر حكماً بالمثالثة أو هذا ترقيه النظام السياسي اللبناني برأيي أنه لفظ أنفسه الأخيرة بزمن الحرب اللبنانية وأثبتت الحرب أنه النظام السياسي ما نجح بأنه يخلق مواطن لبناني متضامن مع بعض البعض ولو كان النظام نجح ما كانوا المسلمين والمسيحيين نقصموا بهذا الشكل فترة الحرب اللبنانية الطائف اجا رقع رقع نظام فاشل بمزيد من التفشيل يعني زاد تعقيدات إضافية لعقد موجودة يعني إذا كان النظام السياسي في لبنان عنده صغرات بالطائف زدنا عليه مزيد من الصغرات ومن التعقيدات خلقنا نظام الترويكا خلقنا نظام معطل للحياة السياسية زدنا الجتويات الطائفية بالدولة زدنا المحسوبيات وزدنا صلاحيات الزعماء الطائفيين وقدرة تحكمهم بطواقفهم ووضع هذه الطواقف بمواجهة بعض البعض من أجل تدمير ما تبقى من دولة نحن اليوم بحاجة نتعلم من هذه التجربة وبحاجة ننتقل بلبنان إلى نظام حديث متطور في بعض الأشياء اللي موجودة اليوم لازم يتحافظ عليها في أشياء موجودة اليوم بده تطوير وفي أشياء جديدة لازم تدخل على نظامنا السياسي بس هيدا كله بقالب جديد بنفس جديد وهيدا أنا برأيي يلي مطلوب منه أنه يقوم بهذه الورشة هو مجلس نيابة جديد نابع عن إرادة لبنانيا لن نأتمن على هذا المجلس بالقيام بأي خطوة إلى علاقة بمستقبل لبنان ولا أنون انتخابة ولا تشكيل حكومة ولا انتخاب رئيس كيف طعم نحكي عن تطوير نظام السياسي؟ أكيد هذا المجلس بالقوة السياسية الموجودة فيه يلي ما قدر حافظ على ما تبقى من لبنان أكيد ما رح نقتمن له بأنه يبني لنا مستقبلنا لهذا السبب الخطوة الأولى هو الذهاب إلى انتخابات نيابية ينتج عننا مجلس نيابة جديد هالمجلس نيابة جديد يجب أن يضع كل شيء على الطاولة أولا موضوع السلاح وتانيا موضوع النظام السياسي يلي لازم يتناقشه لأنه لبنان بشكله الحالي وبتركيبته الحالية غير قابل للحياة الانتخابات المبكرة طبعا متعزرة هل خائف سامي شميل على الانتخابات بموعدة الطبيعية برأي نحن صرنا سنة ونص عم نطالب بانتخابات مبكرة صرنا على بعد تقريبا سنة ونص من الانتخابات بموعدة لا أعلم الكلام بالانتخابات المبكرة يمكن أصبح بموعدة الطبيعية أكيد انه كلمة قربة موعدة انتخابات أحسن كلمة هيدا النزيف ستقدر توقفه أسرع بس مش هلاك ما عملوش انتخابات فرعية؟ باقي سنة ونص ما عملوا انتخابات فرعية لأنه خيفانين من النتائجة حضرتك ما بتحب الاطراء بس عم بيجيك ستيت مان ستيت مان شكرا في مئوية لبنان الأولى شيخ سامي عم بيرجع كأنه البلد لورا يشهد شحن للنفوس وللنفوذ الممذهب هل يمكن وصف الثورة اللي حكينا عنها بالعلمانية؟ هل هي خصم للنظام الطائفي؟ وأي مرحلة انتقالية تراها شخصيا للخروج من لبنان المطيف إلى الدولة المدنية؟ أنا برأي بهذا الموضوع كثير عم نخلط مفاهيم والناس عم تخلط مفاهيم مفاهيم معقدة منا هين بس برأيي فيه خلط بين كثير أمور وفيه عم نضيع بين كثير أمور في الدولة المدنية شيء في الطائفية السياسية شيء وفي العلمانية شيء أخر إذا نخلط هالثلاثة مع بعضهم سنضيع لازم كل واحدة تاخد موقعها وينحط الديفنيسيون نخلط الأمور ببعض الدولة المدنية هي دولة مصدر التشريع فيها هو الشعب ما فيه قوانين دينية بالدولة المدنية فيه قوانين نبعه عن المجلس النيابي فعل الإنسان وليس فعل الآلهة كوت سيفيل كوت سيفيل هذه الدولة المدنية الدولة التمثيل الطائفة هو كيفية إشراك كل مكونات المجتمع في السلطة عبر أعطاء كوتة لكل واحد بأنه يكون تتأمن هذه المشاركة للجميع بالسلطة والعلمانية هي نظام حكم بكرس عملية فصل نهائي يعني الدولة بمعنى المؤسسات ما عندها ولا لون ديني وترفض بأي شكل من الأشكال أي مظهر ديني مع العلم أنه بالنظام العلماني تعطي حرية الاعتقاد لكل المواطنين كل واحد بيقول له أنه يعيش يعيش إيمانه مثل ما هو بيريد وإلى آخره إنما ممنوع لأي إنسان أنه يعبر عن انتماء الديني بإطار الدولة أو بإطار المؤسسات الشرعية هذه هي العلمانية نحن عم نخلط الثلاثة ببعض نحن من نحن حزب الكتائب من الخمسينات عم ينظر بموضوع الدولة المدنية وهو مع تكريس دولة مدنية كاملة وبهذا الإطار النقص الوحيد بالدولة المدنية اللي عندنا اليوم بلبنان هو موضوع الأحوال الشخصية هذا هو المحل الوحيد الذي يمس بالدولة المدنية وبهذا الإطار بالأعراف هناك عرف كبير الأعراف أكثر شيء علاقة بالأحوال الشخصية هناك أعراف تانية علاقة بالتمثيل الطائفية السياسية أنا أتحدث اليوم عن القوانين القوانين في لبنان قوانين مدنية مع هذا الأحوال الشخصية نحن مع قال أن الأحوال الشخصية المدنية كرميلتا يكون لدينا دولة مدنية بالكامل ومشروع الزواج المدنية ما اخترعته اليوم هذا مشروع طرحه حزب الكتئب من التسعة وستين يعني حزب الكتئب متبني الزواج المدنية الاختيارة من سنة التسعة وستين ما أنه شيء جديد على حزب الكتئب التمسك بالدولة المدنية وأكبر المنظرين للدولة المدنية في لبنان هو جوزاف أبو خليد وبالتالي نحن مع الدولة المدنية أما الطائفية السياسية يلي عم بتأمن اليوم ضمانة إلى مشاركة كل الأطياف أو المكونات اللبنانية نحن مع إيجاد بديل لها المكونات تتقدر تشعر بالأمان وبالشراكة الحقيقية من دون ما يكون هذا الشيء عبر كطة طائفة بالمؤسسات فيه أطر تاني لتحقيق هذا الأمر فيه مجل الشيوخ فيه لمركزية فيه كتير أطر أخرى لتحقيق مشاركة جميع اللبنانيين بالقرار وما حدا يحس حاله أنه هو أصبح على هامش حياة سياسية بس أنا بالنسبة لقلي الشطارة أنه نوفق بين بناء مواطنة حقيقية يكون المسلم والمسيحي شعران أنه هو لبناني أولا وانتمائه للبنان أولا وهذا الشيء ما رح يصير إلا ما يكون مطمئن أنه ما حدا رح يمثله بإذا بدك معتقداته وطريقة عيشه إذا أنا اليوم كمسيحي شعران أنه أنا بأمان بلبنان ما حدا جاي يغير لي نمط حياتي ما حدا جاي يلغيني أكيد رح يكون منفتح أكتر على أنه اتقبل أي عملية تطويرية للنظام السياسي مما إذا عندك اليوم على الساحة اللبنانية ميليشيا دينية مصلحة عم بتهدد كل يوم اللبنانيين ولا تزال متمسكة بمشروع الديني مش بس الطائفة مشروع الديني وتمتلك السلاح وبتخوف اللبنانيين فأكيد اليوم في ناس بدأت خاف واللي عم بيخاف ما أنه فقط مسيحي في درزة عم بيخاف في سنة عم بيخاف في شيعي معارض لهذه السياسة عم بيخاف لهذا السبب اليوم إذا بدنا حقيقة نبني لبنان جديد بدنا نخفف من الخوف يلي موجود عند شريحة كبيرة من اللبنانيين على معتقداتهم وعلى نمط حياتهم وانطلاءا من هالمعالجة مشكلة الخوف تروح إلى المواطنة وإلى تطوير نمط حياتنا الوطنية باتجاه مواطنة حقيقية بيكون فيه نظام ديمقراطي وأكترية وأقلية ومعارضة ومولاة ويكون في حياة ديمقراطية مثل كل دول العالم بس تقدر توصل لهالمحال بدك تتخطى الخوف بدك تعالج مشكلة الخوف ما بيفيد لشي تهرب من مشكلة الخوف فيه خوف موجود عند مجموعة كبيرة من اللبنانيين أنا إنسان ماني شعران بهذا الخوف أنا عصى عيد الشخصي أنا ماني خايفان بس أنا ما بيقدر اليوم ما أخد عين الاعتبار الخوف اللي موجود عن غيري بدي عالجه كرمالتا أقدر أنا أوصل لمحال ابن دولة يكون كل مواطن شعران فيها بالأمان تقدر طور هيد الدولة ونخدها سوى إلى دولة ديمقراطية بالمعنى الغربي للكلمة وين ما عندك تمييز بين مواطن ومواطن وعندك فيها إذا بدك تلغي فيها كل إذا بدك الكتايات الطائفية اللي موجودة كرمال تتأمن هذه الحماية بتكون إما أنت بطريقة تانية تحية من العميد جورج نيدر ويؤكد على ضرورة تطوير النظام ومتابعة المواجهة مع هذه المنظومة التحية الأكبر قبل ما أقول للسائر جورج نيدر بدي وجه تحية إلى الضابط المتقاعد جورج نيدر يلي هو من أهم ضباط وأرجل وأشرف الضباط بالجيش اللبناني إلى جانب غيره أكيد يلي بوجههم كلهم تحية أصدقائي وأريد أن أكد أن هذه هي المؤسسة التي عليها تكون الضمانة الضمانة لكل اللبنانيين هي مؤسسة الجيش هذه هي المؤسسة الضامنة وإنما جيش قوي من دون دولة قوية ما قالوا عازي إذا الدولة قرارة منها بيقيد ناس رجال أبضايات بيحبوا لبنان ومن المسعدين يساوموا على حياة اللبنانيين وعاسيات الدولة بيكون الجيش معطر إذا ما عندك دولة قوية إذا عندك دولة مثل ما هي اليوم هيك خنوعة ومترددة وخاضعة ومستسلمة الجيش ما بيقدر ياخد دوره بيظل هيك حكام وهيك منظومة تالجيش يقدر ياخد دوره ويلعب دوره مظبوط بدي يكون القرار برجلية الجيش وببطولة الجيش سنة الخامسة وسبعين لو كان عنا دولة قدرت تاخد قرار جريء بفرض الأمان وتفرض سلطتها على كل الأراضي اللبنانية ما كانت حصلت الحرب اللبنانية كلها ولكننا تعذبنا كلها العذاب وما كانوا قتلوا بعضهم اللبنانيين وما كنا وصلنا لهذا المحل لو كان عنا دولة قوية لأن الجيش كان مستعد وموجود لو كان في دولة عند قرار حقيقة تتحمل مسئولياتها وتمنع أين كان يمتلك السلاح أين كان إن كان مسلم أو مسيحي شو ما كان يكون ممنوع يكون معك سلاح بتعبر عن رأيك عبر المؤسسات بالانتخابات عندك شي تقوله رفع دعوة عندك مشكلة مع حدا بتروح على القضاء وقتا يكون عندك دولة محترمة منك بحاجة تلجأ فيها للسلاح يكون عندك قضاء محترم منك بحاجة تصفي حساباتك بإيدك وقتا يكون عندك دولة بتآمن بسيادتها ما بتسمح إنه يكون في ميليشيات فاتحة على حسابها وعم تعمل سياسات من راسها فها هي نحن إيماننا بحزب الكتائب هو بالدولة القوية القادرة دولة حقيقية مش شعار كلهم يحكوك بالدولة القوية يوصلوا على السلطة ببل شو يساوموا تحدثت عن اللامركزية الإدارية الموسعة ووقفت هل يمكن أن تكون مطالبات أبعد من اللامركزية الإدارية الموسعة؟ اللامركزية هي بالنسبة لأنها أحد عواميد لبنان المستقبل ما في فدرالية يعني؟ ما الفرق بين اللامركزية والفدرالية؟ الفدرالية هو نظام معتمد بالنسبة للعالم نظام محترم جداً ما عم بيجي أقول ما عم بيجي شيطن نظام سياسي موجود بالنسبة للعالم يكون واحد منه كثير موزون أنه يشيطن هذا النظام أنا أعتبر بلبنان انطلاقاً من تجربتي وانطلاقاً من معرفتي برأي الآخرين أنا أعتبر أنه عندك مشروع اللامركزية يلي نحنا تقدمنا فيه على المجلس سنة 2015 ويلي تناقش على مدى 63 جلسة بمجلس النواب بلجنة فرعية تأسست بناءاً على طلبنا ويلي وصت على خواتيم نقاشة بتلبي تماماً الغرض الانتقال الفارق الأساسي بين اللامركزية والفيدرالية هو التشريع المحلي يعني يكون عندك برلمان بكل منطقة عم بيعمل قوانين خاصة لكل منطقة هذه هي إذا بدك الفارق الأساسي بين الفيدرالية واللامركزية هو التشريع المحلي أما باللمركزية والفيدرالية عندك سلطة منتخبة بكل منطقة بالتنين عندك استقلالية مالية بالتنين عندك استقلالية إدارية بالتنين عندك إنماء محلي وخطة إنمائية محلية لكل منطقة من المناطق بالتنين عندك محاسبة شعبية لمجلس محلي منتخب هو عنده صلاحيات والسلطة بإدارة شؤون المنطقة الفارق الوحيد بين الاثنين أنه بالفيدرالية عندك برلمان بكل منطقة بيعمل قوانين خاصة بكل منطقة وأنا برأي هذا الشيء نحن منا بحاجة له بلبنان لهذا السبب إذا كانت اللامركزية مقبولة أكثر من جميع اللبنانية وهي تحقق الغرض وهي تؤمن تقريب الدولة من الناس وتؤمن تطوير مؤسساتنا وبتريح اللبنانيين وبتحسن أداء الدولة وبتأمن محاسبة أفضل وبتأمن كل هالإشياء وهذا صار بمتناوى اليد والإنون موجود وصار مقارد 95% منه بده بس بعد آخر فاين تيونين إذا بدك آخر بعد المناقشات بده جلسة جلستان بتروح على الهيئة العامة للإقرار اللامركزية لا تتطلب تغيير الدستور أما الفدرالية عم تحكي عن تغيير كامل لدستور اللبناني وعم تحكي عن شيء مرفوض من قبل جزء كبير من اللبنانيين أنا بدي أكل عنا ما بدي أقتل نطور بدي أحقق شيء يبني لمستقبل أفضل لأولادي ما بدي أعمل معركة للزة المزيدة وللزة اللعب على الأوتار الطائفية وغيره لا، أنا بالنسبة لإلي إذا فيه مشروع اليوم عليه شبه إجماع من اللبنانيين وأنا بقلك اللجنة الفرعية للمناقشة المركزية للمناقشة اليوم كان مشارك فيها كل الأطراف السياسية وخلص 95% منه للمشروع إذا اليوم فيه جدية لإقرار للمركزية لأنهم خالص ما قلهم إلا يحلو على الهيئة العامة يعطوه جلسة جلستان ثلاث جلسات بيصير عنا من هلأ لأسبوعين لمركزية بتصير موجودة وبيصير الشعب اللبناني عم ينتخد بكل منطقة من المناطق اللبنانية مجالس محلية منتخبة على رئيس مجلس محلية منتخبة عنده صلاحيات كاملة يعمل كهرباء بكل منطقة يعمل مستشفيات يعمل مدارس يعمل خطط إنمائية تطويرية لكل منطقة وبيصير كل مواطن عم بيدفع ضرائب وعارف أن هالضرائب عم تبقى لتنمية منطقته مش عم بتروح للمنافع وعم بتروح على جايبة الفاسدين بيعرف أنه أنا عم بيدفع ضريبة بهذا المنطقة هالضرائب رح تبقى لتنمية منطقته وتحسين حياتي اليومية كله هذا حياتنا كلها بتتغير نهاريا اللي بيصير عنا دولة لمركزية مضبوط بالمفهوم القانوني لكلمة لمركزية وعلى أكيد لو لمركزية كانت أمور كورونا أخف وطأ والمعالجي كانت أفعل هل ضمن هل إطار ستكون عاطل عن العمل؟ هل هيك ما بعرف هل لمركزية بتعالج مشكلة الكورونا ما بعرف لأنه لحديث هلأ أماركا وعظامتها ما قدرت واجهة الكورونا أفتكر هيدا شغلة العلاقة أكتر شي بواعي الناس ما فيه تأثير يعني هنا على المستوى الرسمي؟ ما لا فيه تأثير بتدابير عشوائية ما قلع عازي أنا أعطيك إجزامل قرروا أقفال بعض القرى بلبنان ما هيك من شي شاهد أنت بتعرف إخدك عضيعته نحن بكفية وسائط المسك هن بلديتان مسئلين عن بعضهم إنما نحن منعتبر أن نحن ويهم ضيعة واحدة يعني بحرصة بسائط المسك بكفية محايتة هن أربع ضيعة ببلديتان بس حتى هل بلديتان يعتبروا حالهم ضيعة واحدة فاللي عملوه أنه سكروا واحدة وفتحوا الثاني يعني اللي بيعرف بكفية إن التمثال على بوزة بشيرة على ساحة بكفية أنت عم تقطع من سائط المسك على بكفية تقريبا ضيعة واحدة الناس اللي بتطلع على فوق ما بتعرف أنه هولي ضيعة تاني بقى تخيل أنت سكروا واحدة وفتحوا الثاني يعني شارع عام مرتبط ببعضه قصموا اثنين عندك نص الشارع عام سكر نص الشارع مفتوح أنت هكت تحارب الكورونا شباتة خمشة يعني والأزكى من هكت أنه نحنا بلديت بكفية لمحايتة هن ضيعتين بلدية واحدة سكروا بكفية فتحوا لمحايتة وهن بلدية واحدة يعني بعطيك إجزامبل وهذا الشيء أكيد طبق بغير محلات شاهدنا كمان الزلقة وجل الديب كمان ميلي من الشارع محلات فتحة وتاني ميلي من الشارع محلات فتحة شو هي المسحة هاي أنت يا بتسكر منطقة بكاملة يا بتفتح منطقة بكاملة بعدين قرارك في المدارس ما أنه قرار واعي مش معقول البلد كله يكون فتح المطاعم فتحة المحلات فتحة المولات فتحة والمدارس مسكرة بأي جنون إنسان معقول يعمل هكذا بفرنسا العكس البلد كله مسكت المدارس بقيت فتحة لأنه بيعرفوا ما يعني أقفال المدارس آخر شي بتسكروا بالحياة هو المدرسة بس أنه انت تجي تسكر المدارس وتفتح البلد هيدا الجنون هون فيه تقصير كبير بس تقل لك أنه شو ما كانت التدابير كنت حلات المشكلة بشكل جزري؟ لا، فيك تخففها فيك تخفف من وطقتها وفيك تفلتها ليس هناك عندك دول وضع أحسن من غيرها لأنه قدرت دارت العملية أحسن من الثاني بس ما في دولة اليوم نجيت من هالموضوع تقل لك أنه قادر تعمل أداء تمنع نهائيا انتشار الوباء هيدا مستحيل قبل ما أنهي بي سؤال كبير هل ستخطف الثورة اللي بدي أنهي فيه إذا بتسمحها سامي جميل تأثير الانتخابات الأمريكية على الداخل وفي الأقليم وكمان تركيا، هل دخلت تركيا يعني دور أساسي كلاعب أساسي في الأقليم؟ أول شيء لكل يلي عم بيقوله أنه ما رح يتغير شيء بسياسة أمريكا وأنا هوني ما عم بعطي رأيي، أنا عم بحل مثل ما تغيرت سياسة أمريكا من أوباما لترامب رح تتغير سياسة أمريكية من ترامب لبايدن إلا إذا الناس لا نرى أنه صار فيه تغيير من أوباما لترامب لا، صار فيه تغيير وبالتالي الكلام عن أنه يأتي رئيس في الرئيس تبقى سياسة أمريكا مثل ما هي هذا الشيء منه صحيح، وهذا مثبت بكل التجربة السابعة فهذا الموضوع هلأ بما يتعلق بدور تركيا وبدور أوروبا وكل هالأمور أنا من نسبة لي هذا كله ما عنا نحنا كالبنانيين قدرة التأثير عليه نحنا نركز على اللي عنا تأثير عليه يالهود داخل طبعا ما حدا رح يساعدك إذا ما تساعد حالك تعرفوا هذه قصة مرشربل رح أختم فيها بواحد نظر لمرشربل أنه إذا بحقق له مطالبه بده يطلع ماشي لعناية لفوق فطلع بدأ شي طلع حافي بدأ شي طلع حافي دافت طريق حالك قال له قطعت أول سيارة قال له قطعت كتشت الدنيا وقصت لذلك هلأ قطعت تالت سيارة هلأ احب وصلك عم تسكر الدنيا قال لأ أنا قطعت لخر السيارة ومن ثم يصل على الصماء. يريد ان يرى مرشاربل مرشاربل وين هو مرشاربل؟ وانا كنت يصدر مرشاربل ويصل على مرشاربل ويقول له كيف تعمل فيه ويقول مرشاربل يقول له حبيبي انا بعتلك اول سيارة لم اطلقت فيها وعاوة ثالثة لم اطلقت فيها والتالي يقول لك هذا شيء جورج تقول لك أنت تساعد حالك تقول الله يساعدك بدك أنت تقوم بدورك بدك أنت تفرج أنه أنت جاهز للمواجهة كرمالت المجتمع الدولي يعمل وجباته تجاهها نتذكر كثير منيح بـ 14 أزار لو ما نزل مليون إنسان على الشارع كان ظهر السوري لا ما كان ظهر مظبوط كان في ضغط دولي ومظبوط كان فيه قرارات دولية بس ما كان ظهر جيش سوري من لبنان لو ما الشعب اللبناني تجند بهذا الشكل ولو بقيت ثورة 17-20 بقوتها متل ما كانت يمكن ما كانت صمدت هذه المنظومة صمدت المنظومة لأنه الناس تعبت وفقدت الأمل ولكن هذه الناس وجاعد ولكن هذه الناس بعدها موجودة في بيوتها و ستعبر عن رأيها بأول مناسبة في سنة ديق الاقتراع لا تفكر هؤلاء الناس غيروا رأيهم هؤلاء الناس تعبوا بس ما غيروا رأيهم فرق كبير أنه لا تعد تنزل على الشارع وأنه تغير رأيك تجعل تحب المنظومة لا هؤلاء ما رجع يحب المنظومة المليون لبناني اللي نزل بين 17-20 و 28-20 هو لبعضه المعارضين بنفس القوت فرق الوحيد أنه ينزلوا على الشارع بس بكرة بأي انتخابات مقبلة راح تشوفهم و راح تشوفهم بقوت إذا لن تخطف الثورة ما حدا بيقدر يخطف ما حدا بيقدر يخطف الشعب اللبناني فيك تخطف الدولة ما فيك تخطف الشعب بالأخص شعب مقاوم مثل الشعب اللبناني ما فيك تخطف شكراً رئيس الكتائب على هذا اللقاء الخاص رئيس الكتائب سامي الجميل هذه الحلقة يعاد بثها غداً الخميس بعد نشرة الثانية والربع بعد الظهر و كانت منقول إذاً مباشرةً على الصوت لبنان على كتائب.org و على كل وسائل التواصل الخاصة بالكتائب كحزب و برئيس الكتائب إخراج الحلقة للمخرج ميشيل مجوعس والتنفيذ لجوزاف كريل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر